بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أخواننا المشاهدين الكرام أخواتنا المشاهدات الكريمات حياكم الله جميعا أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله والبركات طابة الأوقات نسأل الله لنا ولكم أحسن الفهم في الآيات وأحسن العمل والتطبيق وأحسن القبول من رب السماوات وأن يفرج عن أمتنا العثرات والشتات والنكبات والويلات والتناقضات وأن يجمع مولانا الكلمة وأن يوحد الصفوف نسأل الله تعالى ترونه أيها الناس بعيدا ويراه المؤمنون قريبا وهذا الفرق بين الملتج إلى الله عز وجل والمؤمن الوافق بوعد الله ونصر الله وما بين الذي قلبه هواء وفؤاده فراغ وذهنه خلو من المعاني من الثوابت هذا بطير مع الهوى بطيش على شبر مي كما يقولون على كل حال عنوان حلقتنا لهذا اليوم فيما أرى اقتربت ساعة الحسم مع العدو الصهيوني شوخ أهو أهديكم العالم العربي فيه أرذل وأسوأ وأحط أوضاعه وسنواته وحالاته ومستوياته ومنحدراته وانت جاي تقولون اقتربت ساعة الحسم والصهيوني بتحكم العالم من الترمب ونت نازل كلام صحيح كل المقدمات لن نختلف عليها ولا معها والأطروحات التي قيلت واقعية مش خيالية الصهيونية متحكمة في العالم من شاءوا ثبتوا من شاءوا انقلبوا عليه يفعلون للأسف في عالم خالم من القيم يفعلون ما يشاءون كلام صحيح لكن مين قال ان هذا الكون ليس له مالك قدير متصرف يدبر الأمر مين قال مين قال ان هذا الوضع المقلوب العربي سيظل إلى مال نهاية مين قال أوضاع غلط ما هي قابلة للاستمرار هذه أم حيا يا ابو جعلوها في ديل الأمم جعلوه أحط الأمم تتلاعب بها أخس الأمم هذا الوضع المقلوب لن يستمر على طول خدعوا الجماهير سابجة وبسيطة وبريئة مثل ما بيقولوا يعني لكن خدعوها بكرة تشوفوا وعملوا الدنيا وعود وأماني يعيدهم ويمنيهم كالشيطان ودوني كمان سنتين ودوني كمان سنتين وبيلعبوا على وتر الزمن إلى آخره نحن ننتظر 2022 إن شاء الله بفارض الصبر والسنة 19 أي شهر عشرة يعني دخل على الخط واحداشر واثناشر نهاية السنة بيكون 2020 بيكون باقي بينه بين سنة الوعد على حسب فهمنا البشري إن شاء الله يكون مطابقا لما عند الله عز وجل يعني سنتين ثلاثة بتغير بإذن الله هذا الواقع لا ينتصر بهالوضع هذا لا نصر ولا حتى يفكوا ضائقة الناس ها ما أعلان يعني حتى حلحلت ضائقة الناس ما هو وارد ما هو وارد وشلون تقول ينتصروا على إسرائيل لشو هذا الوضع راح يستمر يا بوها هذا من معاكسات سنن الإله في الكون أن يستمر هذا الوضع إذن لابد أن مدام اقتربت ساعة الحسم أنه العالم العربي يمور ويموج موجة ويشك أن الواقع الرديء هذا إن شاء الله يتصلح ويتعدل يعني إذا وضعوا عقولهم في رؤوسهم وعقدوا العقد مع ربهم بصلح الحال ما في مشكل على كل حال سنة تحرير الأقصى على الباب إن شاء الله هذا يقتضي أن نغير من أنفسنا ومن تفكيرنا ومن تصوراتنا وأن نطرد الأوهام من أنفسنا والضعف والفرقة ونفهم ديننا كما ينبغي أن يفهم ونعمل له بالدعوة بكل ما أوتينا من طاقة من قوة من فكر من جهد من حجة من برآن من علم من بيان من دليل في الحلقة في ظلال الآية نختم ما بدأنا به في الحلقة السابقة أمن الإنسان ما تمنى أربع كلمات بدأ والله أربع حلقات لكن أحاول أني أنتهي في هذه الحلقة إن شاء الله يعني لو بقي شيء يعني نتعد عنه نوقف شوية مع اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة هي أنشئت أصلا لتمشي مصالح القوى الكبرى يعني عصبة الأمم كانت في البداية مشوا بعد بلفور وتقسيم العالم العربي ساكت بكو ووقعوا على وطن قومي لليهود ومشي الحال الآن أمم المتحدة في مصالح القوى الكبرى شغالة ولا قرار يدين إسرائيل إطلاقا إطلاقا إذن بجتمع الجمعية العامة بخطبه كلام بالمثاليات وكله بنظر على كله وكله برفع سقف وكأنه الفاروق رضي الله عنه بيخطب على منبر الأمم المتحدة بيحيل مشاكل العالم والمناخ والتبدل المناخي ومعارفهم مشقادرين يمشوا مصالح شعوبهم بتكلموا على مستوى الكون الله المستعان إذن مهرجان من الخطابة سوق عكاظ عالمي مظاهرات الجمعة طبعا يعني كنا نتمنى لو كانت المسألة مباشرة نشوف آخر المستجدات لكن على كل حال عم برتبوا مظاهرة للمؤيدين من أجل أن تقمع مظاهرة المعارضين وبرتبوا كما تسرب بلتجي يعتدوا على مظاهرة المؤيدين وشوفت الجماعة الإرهابية بتعمل إيه بصوف الإرهاب بيعمل إيه وبيخططوا أن تقتل شخصية بوزن فيه في عبده مثلا عشان يبطشوا بالبناج نجوم السيمة يتقتلوا الفنانة الرئاصة تتقتل عن يدين البلطقي اللي لا أسف الجماعة الإرهابية طبعا انتقالات حازم حسني كان من مؤيدين لانقلاب وحسن في عمرهم ما كانوا إسلاميين إذن نظام عم بحش إسلامي على ناصري على قومي على عروبي على مجرد وطني عم بحش حش من كل الأطياف من كل الألوان ومع هذا لسه قسي من الناس هي فوضى 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 عزينها محمد رمضان رؤوس محمد رمضان فوضى فوضى من تكون تعمل نفس الأغاني الراب ولا بسموه ما عملي علاقة المهم كنت تعمل نفس الأغاني للثورة يا محمد يا رمضان بعدين اشتروك انت وأشكالك وحولوك إذا الشيوخ تحولت بتقول يا نص بطمو مش هيشتروك انت يا محمد رمضان خليها على الله يا بويا من الآن مرتبين بلتجية طبعا في حوالي نصف مليون بلتجي شغالين مع النظام شغالين رسمي وبيقولوا طبعا بصير اشتباكات مظاهرين يعني تضارب ومواطنين ببعض وانا حاولت اني افصل ما بينهم الله وكيل اخطر ما في الدنيا الكذب الكذب انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون ما اجمل قرآنكم يا بويا الكذب الكذب اخطر خطيئة احلي لانه الكفر كذب انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون فذا كان السان بيكذب على الدنيا السلام اصلا حاولت اني اضبط المسائل يعني لكن خرج الامر عن طوره خرج عن حده نعمل ايه اه فتوقع توقع لانه مع جناش الصورة لا نستطيع ان نقرأ الغيب لكنها بتخلم عن ما سيحدث يوم الجمعة من هنا الى مسائل الله وحكم المظاهرات ايه لما كان مرسي كان يقول دانا مش وليه امر والخروق عليه مش معصية امثل برهامي وحسان ورسلان وعلى هالوزن فيه يعني اخوانا بيعرفوا هالوزن يعني من الاسماء الهزلية الى اخره على كل حال لكن الان شيخ الاسلام يقول لا حكم الخروج وغيره من الشيوخ طبعا يا الشيوخ لو تسكت بيكون اشرف لك مرسي ليس ولي امر والخروج عليه ليس معصية لكن من هم خارج التغطية الدينية الخروج عليهم كفر وتفتنة فرقه في البلد وعمل فساد ومذلك يا شيخ توظفون الدين في خدمة مصالحكم تقو ربكم يا شيخ الاعتقالات التعس فيهم يعني هذا على الواقع العربي لا مستهجن ولا مستبعد ولا مستغرب ولا الى آخره ف يعني اعتقل ترهب الآخرين لكن لو طلعوا في المظاهرات مليونية يؤيدون حيوزوا عليهم سندوشات مثل ما كانوا يقولوا عنه سندوشات ميدان التحرير الوجبات الامريكانية عم بتوزع في في ميدان التحرير مي بوزعها كذبة اعلام كاذب فاجر على كل حال في مقاومة الاستشراق الصهيوني استعرض باقي الاسرة نتكلم عنهم قليلا و مسيرات العودة الجمعة الجاية سبعة وسبعين الجمعة رقم سبعة وسبعين ظاهرة الانتحار عندنا في الأردن خمس خمسمائة محاولة انتحار بهذه السنة لباقي باقي منها ثلاثة شهور يعني في تسع شهور رقم غير مسبوق في تاريخ الأردن من حين ما اخذ استقلاله فكرت يا حكومة لي قال ممكن عشان في انقلاب مناخي احسنت هذا التفسير بيرفكت النجوء إلى الله في وقت العالم كله بحارب هذا الاسلام يا شيوخ انتو بتحلموا ما حد بحارب الاسلام والاسلام المساجد ما شاء الله القائمة قاعدة والأذان وين حرب الاسلام الحرب اخفى مما تتصور يا اخي العرب اقولك انا بحارب الاسلام لا بالعكس احنا نؤمي بالتعايش مع الاسلام بتاع نيوزيلاندا اظن كان كان بيلعب ماتس جيم ولا بلاي ستيشن انا رأيهم هذا نموذج على التعبئة الغربية المتوحشة ونموذج وحط معاه تواريخ ومعنا مثقف باليوم بالشهر بالسنة بمعارك اللي وقعت ما بيننا وما بين اوروبا الى اخره محصيها وكاتبها على البندقية انه هو مستحضر التاريخ كل ومعبط في دول الان العرب عم بيحاربوا الاسلام يا اخ العرب بدك اوروبا وامريكا والصهيونية العالمية ميحاربوش على الاسلام يا باسط اضراب المعلمين ما له شيوخ عجنته فيه وخبزته لما كلمتين تحملنا يا مويا ونتكلم عن تشكيل حكومة اسرائيل نتنياهو غانتس رئيس الدولة ونيلة نيلو كلف نتنياهو مرة ثانية مع انه ما يعني حصل الاغلبية بالعكس غانتس اعلى منه قليلا في الاصوات دخل العرب على الخط رجحوا كفة غانتس قامت مشكلة بين العرب يعني غانتس مجرم ارهابي مثل لا تقول مجرم اه اقول عسل غانتس بنقط عسل كلهم مجرمين اعم يعني بس في مجرم اجرم من مجرم يعني كلهم عنصريون بس في متعنصر اكثر من 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 الاخر بس انما كلهم متطرفون بس في الاشياء التطرف في الاقل تطرفا المسألة متدرجة نسبية انما ما في واحد مش متطرف وانصح تل بلدي وقعد محلي ومغتصب محتل متطرف ويؤمي بتهجير العرب او ابادتهم والعرب الميت والعرب الطيب هذا شعارهم واللنسينا امة النسيان مش امة العربان امة فقدان الذاكرة ان نسيتم اذى العدو هلكتم فتواصوا بالحقد جيلا فجيلا رحمة الله على الشيخ ابراهيم زيد الكيلاني اوعة تنسى اذى عدوك هم بيدرسوا اولادهم من الروضة وعلى النت موجود لو لو احنا تكلمنا كلمتين نشنا عن النت بغلقوا الصفحة فورا فورا اتحدى اتخنشانة بيحكي عن اسرة فلسطين على صفحته مجرد كلمة الاسرة بساكروا لك الصفحة ولا في ولا في بلد عربي قادر نعمل فيسبوك عربي يا امة العرب يعني شيء والله تفطر القلب والله اذا الفيسبوك حكر على على جماعة اسرائيل بحيث انه من 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 جاء يعني صفحة محاربة حرب وبين لهم يقول لك صفحتك تحت لان 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 تكلمت يوم عن الاسرة ولا ولا ممنوع اقتل وي شعبي كله تحت الاسر والتشريد ممنوع تتكلم قهر قهر والله كلام هو يقتل لا احد يحاسبه نحن نتكلم مليون عين وتمنع من السفر ويحضر عليك ممنوع ممنوع زر طبعا المهم اربعين سنة على تفجير نووي اسرائيلي اربعين سنة جنوب المحيط الاطلسي نتكلم عنها ان اتسع الوقت ان شاء الله لكن نبدأ بخير الكلام امن الانسان ما تمنى قلنا منهج التفكير اللي ذكرناه في الحلقة السابقة وش الكلمة اللي سمعت من استاذ اسحاق الفرحان قبل تقريبا خمسين خمسة وخمسين سنة المهم مرفوض في ديننا هذا المنهج ان في ابر الدنيا وان في امور الدين ليس الانسان ما تمنى يعني احيانا بختلط التفكير العقلاني بالتفكير الاماني يعني مثل ما مضرب المثل يعني انا اتخيل واتمنى وبعدين بالحلم بسيطرة على عقلي كأنما اصبح واقعا مجسدا شاخصا هذا انسان خيالي ما اتخذش خطوات عملية انما وتمنى على الله الاماني وفكر الاماني ستتحقق في الواقع ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن والكلام لا ينتهي منهج الاماني منهج التفكير المقابل هل منهج الاماني منهج مرفوض المنهج المقبول منهج تفكير العقلاني ما منهج الاماني والعلمي والعملي والواقعي والمعلومات القائمة على معلومات القائمة على معطيات واقعية عملية برامجية منهجية معلومات الخلاصة في علاقتنا مع هذا العدو الصهيون المجرب غلما على تفكيرنا منهج الأماني للمنهج العملاني العملي ليش يعني عشان السجعة تكسر اللغة لا ما شاء مكسر فكانت النتائج الكارثية وكل كان بيعدنا حنرمي إسرائيل في البحر يا قاسمك صوم عشان تقوى جيك وجبة دسمة وأينشتاين يقول لي هيك لعبد الناصر بتاعكم ما يرميش شعبي حبيبي شعب الإسرائيل فيه في البحر طبعا أينشتاين فاهم وكل فاهم أنه جست كلام لا رصيف له لا رصيد لا رصيد له لا من الواقع ولا من الإعداد ولا من العمل خطب عبد الناصر صراته الخطب مش الواقع العملي إذن منهج الأماني لك شو قدم الساعة شو قدم الموجود الآن غير ومصر أم أدى الدنيا أماني أماني ما في برنامج عملي ومع هذا الله الله أم تحقق اللي قاله القدرة لسه ما تحققش احلم والمصائب المتوالية بعد النكبات الكارثية والهزائي المتتابعة في العالم العربي قامت عدة انقلابات وكل يعدهم ويمنيهم يعدهم ويمنيهم عبد الكريم قاسم جاء أبو العروبة والقومية وعبد الناصر دعموا بكل ما أوتي شيوعي ملحد إعدامات عن جنب طرف ما تعدش إلا الأسد الأب هذا بلدوزر دمار جاء الإبن الناعم خريج بريطانيا الزرافة الرشيقة عنق زرافة وناعم الولد مسقف طنع أجرا من الأسد الكبير أبو يدمر هالأد أنا بدمر أدى مئة مرة قلنا له قدع فعلا لأبوك وبكرة تشوفه ونحو غد مشرق عزيز وأمة عربية كله خطب وكلام لا رصيد لا شك كلام أكتب لك مئة ألف مش هتلاقي مئة ليران يعني أعطيك ورقة شو قيمت ولا شيء ولا شيء عندما وسوس الشيطان لأبوين استخدم ذات الأسلوب ودغدغ الأماني هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ما نهاكم وربكما إلى آخره إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين الأماني ودغدغت الأماني بدل من حصل الملك أخرجنا من الجنة كنا قاعدين مراحرحين مبسوطين بكلمتين طلعونا من الجنة من الجنة تخربطش حاضر والاستعمار والاستعمار استعمل المكيدة ذاتها فتاعة الشيطان ثوروا على العثمانيين ها أيوة العثمانيين أيوة وستقوم دولتكم القومية الله أكبر مدد قطعونا مثل قرص الجبنة فرضة 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 وكل حتة لها علم ودولة ومجالس وموازنة وستفارات يمكن عد عشرين دولة اثنين وعشرين الله يبارك حتى فلسطين لها سفراء كل دولة لها ميت سفير ضرب عشرين دولة الفين مبناء والفين سفير وخمست آلاف آلاف ما شاء الله ونفقات على الفاضي ولم يش السفرات لم لموها عمو لم لموها كله كلام فاضي فستعمرنا وغرس فينا دولة اسرائيل هذه مكافأتنا إلى منهج الأماني ابن كثير رحمة الله عليه بيقول في معنى الآية أم للإنسان ما تمنى يفسرها بالآية الكريمة هذا منهج ابن كثير تفسير القرآن بالقرآن ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب وذكر حديث لا أظنه يا صح أخاطرك إيه إذا تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى فإنه لا يدري ما يكتب له من أمنيته مدام ليس بأمانيكم يعني هذا مناقض الآية مختصار يعني احترامنا فلله الآخرة والأولى إذا ما لله الآخرة والأولى هو يمضي ما يشاء مش بأمانيكم سورة النجم أولها والنجم إذاها وآخرها وأنه هو رب الشعر والشعر نجم قد شمسنا بس يعني آلاف المرات شعر يبتلع الشمس وقدها شموس بمرات كثيرة بلاش آلاف إذا أولها النجم وآخرها النجم وهي سورة المعراج السورة القصيرة ذي الرحلة الطويلة مش عنخشنا في التفاصيل إح طبعا دسه في السورة قال إنه كان تلي على لسان النبي تلك الغرانيق بنبه لأنه هذا أخواني وهم وخرافات وكذب كل المفسرين ذكروها لأسف وحتى الشيخ الألباني رحمة الله عليه نصب المجانيق في نصف قصة الغرانيق مش نسف هاتبتها إذا تعمل كتاب ليه مولانا بس حاول يعني اطلع بتخريج نسفها جملة وتفصيلا هذا من فضل الله ما صنعته على كل حال تكلمت السورة إذن عما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالأفق الأعلى ثم دنى فتدلى إن يتبعون إلا الظل وما تهوى الأنفس قبل آيتنا مباشرة أمن الإنسان ما تبنى إلى آخره إذن ما تهواه النفس مش هو اللي بتحقق بل يتطلب الحق يتطلب من دلائله وعلاماته مش بالظنون ولا بما تهوى الأنفس أم للإنسان مطلق من أقصى الدنيا لأقصى الدنيا أم للإنسان ما تمنى نحاول أن ننتهي من الآية أسرع ما نستطيع أم بمعنى بل واستفهام بل هل للإنسان ما تمنى يعني كأنه أم حرفين جواه كلمتين بل هل للإنسان ما تمنى نختصر جدا إذن هذا إبطال معتقدات المشركين موضوع شفاعة الأصنام وغيره ويرفضون كانوا كل ما يخالف أهواءهم وأمانيهم فرد عليهم مولانا في لله الآخرة والأولى إذن الأماني عند الله تعالى ما بتنصرفش ما في مجال تكلم عن البلاغة والدروس اللي في الآية نكتفي بهذا القدر من الآية الكريمة في الحلقة القادمة نتكلم عن آية أخرى إن شاء الله وطوينا الأوراق مش حتى نرجع لها عشان نظل في جديد من القرآن في الوصلة الثانية نتكلم عن واقع العالم العربي بدءا من مصر وانتهاءا بفلسطين والمظاهرات والقضايا الكثيرة كونوا معنا بعد الفاصل اليسير نتكلم عن البلاغة نتكلم عن البلاغة نتكلم عن البلاغة اخواننا مشاهدين اخواتنا مشاهدات نحياكم الله وسهلا وأهلا بكم اخوة وأخوات مرحبا بكم في الوصلة الثانية من لقائنا لهذا اليوم من برنامجنا برنامجكم دين ودنيا دواما نسأل الله تعالى صلاح الدين والدنيا وصلاح الدنيا بالدين أمر فرغ منه بالتجربة التاريخية والواقعية المطولة والمريرة دقنا بلا دين الأمرين الآن أن نتشبث بهذا الدين فاستمسك مزيد من التمسك بالذي أحيى إليك اخواننا ما تنقذ هذه الأمة إلا بهذا الدين بهذا الدين مش بأي دين كل واحد حر يعتقد ما يشاء لكن على كل حال مقال الدكتور صالح النعامي سميه في مواجهة الاستشراق الإسرائيلي أو الصهيوني بالكلمة الأدق هو مقاله هكذا الصهيوني منشور في السبيل عدد 4294 مقال مطول ومهم الحقيقة فيما أرى بقطع النظر مستشرق مش مستشرق هو يعني عنصر استخبارات إسرائيلية قضى عشرين سنة في تعذيب الفلسطينيين في غرف التحقيق وعشان يكلمهم بثقافتهم بتراثهم اضطر أن يقرأ التراث العربي ويحرفه على كيفه بهذا الطريق أصبح مستشرق وشغال مع جماعات المستعربين بدرب المستعربين بجند عملاء بعذب تحت التحقيق مضطر يقرأ التاريخ العربي والفكر العربي الإسلامي من أجل أن يحاج في الفلسطين لا متدين وإذا عميل يقول له عيوب دينك حاشة طبعا بكذب هو أنه 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 إنه فمضطر أن يقرأ الدين ويحرفه على هوا إذن هذه مواصفات إن جعلت الآن نجم عالم في المؤتمرات والتجمعات ودوائر الاستخبارات العالمية أصبح الآن مرجع اسمه رأوفين بيركو بيقول بمقارنة عقدها ما بين السيسي والحجاج هذا اللي عجبك يا أخي هدي بس وأنا اللي بقول هو اللي بقول بيركو صاحبهم مش أنا اللي بقول بيقول هذا الذي ينظر إليه كمستشرق في إسرائيل وفي أمريكا وفي العالم بيقول عن العوائد الإيجابية يعني الفوائد الإيجابية للاستثمار في دعم نظام السيسي من خلال محاججته هو بيركو هذا في تاريخ الشرق بيقول أثبت تاريخ الشرق أن الحكام الذين يعتمدون على القمع الوحشي مش أنا اللي بحكي صاحبكم بيركو بثني عليكم هذا بمدع السيسي إلى الفضاء الخارجي فوق بمدعه بقول حكام الذين يعتمدون عبارته القمع الوحشي ضد شعوبهم هم فقط الذين يضمنون الاستقرار كلمة الاستقرار أنا بتلمة تلدغني أقرب والله بكرهها لأنه الاستقرار والاستقرار اللي صالح من الاستقرار الاستقرار كله بعزف على العود ما عندنا كما نجعل ربابا عشان تراثنا العربي كله بعزف على الاستقرار بس فاهموني شو معنا الاستقرار أنا مش فاهم أمي الله يرحمها معسوبك أمي الصور الناس لاكم من الحاويات مئة سنة بدأ أسكر لما يتغير واقع الناس قربت على ثلاث رباع القرن وناس عم تتفشخر وناس عم تاكل من الحاويات نرجع لموضوعنا بيقول أصحاب القمع الوعشي هم الذين يضمنون الاستقرار الذي يفضي إلى تأمين مصالح الغرب مدد أهو كده ما تقول بطاكم مال من أول الطريق واضح إذن الاستقرار بد نظام سابت يضمن مصالح الغرب هي كده المسألة عشان نفهم على بلاطة بها من خلال كتاباته في إسرائيل هايوم يسرائيل هايوم إسرائيل اليوم يعني بالعربي يحاول بينكم أن يثبت أنه سيف الحجاج وليست شعرة معاوية من ضمن الاستقرار في المنطقة معاوية معروف كلمته لو كان بيني وبين الناس شعرة من قطعت عبقريتي القيادة معاوية معاوية ما له بسم الله ما له الشيعة بكره وحرين هم قال يا رجل هذا يخلف أن يزيد يزيد أحسن من الم يزيد الله ثبت الدولة مشعرة معاوية من ضمن الاستقرار لحقبة طويلة من الزمن بقول النعامي الله يكرمه لو بقي خطر بيركو على قد إسرائيل لهان الخطب لكنه ممتد إلى العالم فلا يكاد يغيب عن مؤتمر في الخارج يتكلم عن العرب أو عن الإسلام والمسلمين مراكز تفكير وسائل الإعلام في الغرب تبدأ اهتماما بوجهة نظر بيركو كمستشرق ومش مستشرق ضابط استخبارات بجند مستعرفين بجند خوانة وعملاء بدربهم كلمتين ولا غيره بعلمهم شوية اللغة كيف يحكي مع العرب وسلخانات التعذيب هي اللي خرجته يعني أكثر ما خرجته الكتب والثقافة إذن مثل ما بيقول مخونا النعام أنه لا يكاد يغيب عن منابر الإعلام والمؤسسات البحثية ومراكز الدراسات إلى آخره عمل ضابط في وحدة العملاء والأسرى لمدة عقدين من الزمن في شعبة الاستخبارات العسكرية أمان أمان شاباك موساد الوحدة خمسمية وأربعة تتخصص في تجنيد العملاء العرب أو غرس اللي هود في صفوفهم يملكون الأدوات بيركه وجماعته اللي بها يقنعون الناس مش بس ضرب وتعذيب لا كمان غسيل دماغ ومحاولة إقناع بدك تشتغل معانا إحنا الأقوياء لك هنبنعكم العالم مش هنبنعكم العالم العربي العالم عربي بالنسبة لنا فسفوسة اشتغل معانا تكبر وهيراتب وبنزيدك يا عدوهم ويمنيهم اعقد مع الله يا يا من تأخذ مع الشيطان الشيطان هذا مخبر مجرم هذا المهم وتحت الإكراه والتعذيب كان وقع الأسرة على اعترافات بأشياء لم يعملوها تعذيب وحشي كان يمارسوا هذا عالم بيركو المعرفي والسايكولوجي كل جنتج من أقبية التحقيق في سجون الاحتلال وهكذا كثير من المستشريقين الصهاينة ادوارد سعيد بيقول عن الاستشراق نوع من الإسقاط الغربي على الشرق وإرادة حكم الغرب للشرق يعني هو بسقط مفاهيمه يعني الدين خرافات شعبية بتكلم عن دينه وبسقطه على الدين الإسلامي الدين يعني بشري صناعة بشرية بيحكي عن نفسه بيسقط علينا الدين غير قابل للاستمرار في الحضارة الموجودة الآن بيحكي عن نفسك بيسقطه ادوارد سعيد من أحسن من كتب عن الاستشراق وكتابه من أرقى مستوى عايش في الغرب وفاهم عقليته بيكتب منه ومنتمي ليه وطنه وبلده وأمته الحق يقال يعني ادوارد سعيد لم يعني يفتن لم يصبح عميلا لهم يدوم فيهم لا ظل محتفظ بشخصيته والحقيقة الاستشراق الصهيوني أشد أنواع الاستشراق توحشا وفضاضة وبشاعة وكذبا إلى آخر ووحدة المستعربين مثل ما قلت شكلوهم بهذه الدوائر من أواصط الثلاثين نيات يعني تسعين سنة يا أمة العرب إحنا عندنا أجهزة بتطع على بس على المواطن شكرا هذا اللي ناقصني أنا وأسهمت هذه الدوائر الاستخبارية في خط الدالت التي تم خلالها تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين وتطور عمل المستعربين بعد ذلك لاغتيال شخصيات بيلبس حط وعقال أو نفس لباس الفلسطيني يمكن الشروال ولا غيره عربي تماما شكلا ولباسا ولهجة بتعلم لهجة القرية اللي ريح عليها نعلين قبية أي أن كان يعني يعني كل قرية أحيانا لها لهجة المالحة مثلا إلى آخر بتعلم لهجة قرى الخليل شكل قرى بيت لحم شكل آخر بتتعلم لهجة كل منطقة لما يبعثوك عليها تكون مدرب على لغة تنفيذ اغتيالات مثل ما قلنا ونشطاء المقاومة شف إلي بامبورات أحد المسشرقين هؤلاء الصهاينة بيستعرض آيات سورة المائدة وبيقول القرآن يؤسس لصراع الحضارات من فضل الله اللي رد عليه رئيس الكنيسة هني يجي لكلامه بعد قليل إذن القرآن يقول قاتلوهم هؤلاء إن قاتلوكم مش قاتلوا اليهودي لأنه يهودي أو قاتلوا المسيح لأنه مسيحي لا لا إكراها في الدين لكن بنقاتلهم إن قاتلونا والقرآن قال أشد الناس عداو الذين آمنوا اليهود وقال إنه أقربهم مودة الذين قالوا إنها نصارى مش عن بحرر لا على اليهود ولا على نصارى كدين إنما اليهود كمكر وتخطيط واحتلال أفرت لك الأرض بالورد يعني أو لا عجيب يعني هو ناس إنهم محتل بتكلم عني إنه أنا بتكلم عن صراحة الحضارات اقرأ توراتك أنت يا أبوه شوف شوف فيها إنه الرب رضخ لإرادة موسى والرب تصار مع عقوب وصرا يعقوب الرب تعالى الله أما يقول المجرمون لكن هذا الكلام مش تطرف يعني غضب موسى من الرب قال له شو لعملتوا بني إسرائيل أنا حردان فتنازل للرب لموسى فضل على كل حال إلي عزري بشكك في أصالة النصوص القرآنية وبتكلم لو بحث عن الناسخ والمنسوخ في القرآن يقول هاي طريقة للتخلص من النصوص اللي ثبت إنه فيه إشكالات عملوا فكرة الناسخ والمنسوخ منهم اللي عملوهم يعني كان إحنا اللي اخترعنا موضوع الناسخ والمنسوخ والعملون وإحنا مشكلتنا فينا عملوا نسخ والمنسوخ مجلدات النحاس عمل مجلدين الناسخ والمنسوخ والمنسوخ كله حكم حكمين بتأش مجلدات يا أسيادنا بالغنا وأسأنا خلينا مثل هؤلاء المماسيخ يتكلموا علينا للتخلص من النصوص التي فيها إشكالات على كل حال على كل حال نستعجل قليلا مراكز تفكير الأمريكية بتستضيف هؤلاء بشكل دائم وتوصي يعني لجان نسشراق الصهيونية بدعم الثورات المضادة اللي العرب دخولها دخولها مليارات إن لا تفعل ثلاث اربع مليارات عشان انقلاب تركيا وثلاث اربع مليارات لانقلاب السيسي ولحق إحنا مستعدين نضحي بثروتنا لآخر من لهم لآخر قرش بس ما تقوم للإسلام قائمة ستقوم قيامة الأمة إن شاء الله وتقوم قيامتكم قيامة الأمة نهوضها وقيامتكم فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون تبالك إنه ما لك هيعمل هيطير معاه الهوى وترامب بشكركم بقول أربعمائة مليار اللي أخذناها من يعني مش بطالة مش بطالة نطباد مش بطالة بعدين التحديد من دمقراطة العالم العربي وقلنا للشيخ اللي قال الدمقراطية كفر قلنا يا شيخ هدي هدي شيخ مش مسموح لك أصلا تقولي كفر مش مسموح لك يا شيخ حجي بس بسطي لغتك وتعصبش مش مسموح لك يا حجي يقول نهم اليوم مرة نتحدى إنه بلد عربي يعمل استنخابات حقيقية مستحيل مستحيل يا عم انتخابات كنترول دوان النتائج في جيب تضامنها احب حط عشرة من المعارضة هاي عندي معارضة اخطبوا وإنني من فوق هذا المنبرة أقول لكم اي اقول مفضحوا قادي شو بحق هذا المغفر اخ يا أمة العرب اخ الكونغرس دو حاكم الأحمق هذا ترامب على مكالمة مسجلة ما قلنا شي مسجلة عليه مكالمة رئيس يا محلى وحنا مسجلين مكاملة مكالمات الرئيس السيسي آه حاكم مرسي لأنه حكي مع حماس رئيس دولة طب انت بتحب تجتمع مع حماس كل اسبوع ومخابراتك عباس كامل وابنك محمود عبد الفتاح بجتمع مع حماس كل اسبوع وبديع لأنه بيحكي معهم ازاك اسماعيل ازاك مش عارف مين ست سنوات وهو يحاكم مؤبد تتخابر مع حماس يا بديع يا شنيع مش بديع تحكي مع حماس الويل لأمك التي ولدتك ونسلتك وخلفتك تحكي مع حماس يا مجرم اشرف من في الأمة حماس تحكي مع حماس طب نتنياهو بقول السيسي بحكي معي كل اسبوع ازاك ازاك نتنياهو ازاك ازاك حبيبي ازاك اخويا ازاك عيوني بحدش حاكمك بتهمة التخابر مع عدو عدو لا تقول عدو يا شنيعو العدو حماس العدو الاسلام بديع بحكي مع اسماعيل ازاك اسماعيل ازاك اخويا ازاك اخوانك ان شاء الله انتم بخير بس سلام عليكم بس تحكي معه ست سنوات جلسة ورجلسة قضاء شا ميخ قضاء بالريموت بيشتغل عنه مؤبد لا حاضر سيدي مؤبد بيكتب عشان ما ينساش مهدد مؤبد ملكد المهم بديع يحاكم ست سنوات ثم يحكم مؤبد بتهمة التخابر مع حماس يعني ذا عسرار مصر الذرية لحماس ما تخانقين حماس في غزة موتين هموت و اسمه ايه احد مدراء ال الاجهزة الاستغل رئيس وزراء فالمهم قال انا رجعت غزة الى العصر الحجري باذرع العرب بايدي العرب بخيانة العرب باجرام العرب السلطة ومصر بالعربي هتقول مين هم العرب هتقول لك عمان يعني مثلا السلطة ومصر بارف بولم حصار حصار ايه سيسي كان بيقفل معبر رفح متين يوم متصيلات قانون دولي قانون الشيطان ممنوع هذا بقانون ابليس ممنوع انا موظف في الخليج العربي مثلا مثلا بدي اطلع علي وظيفتي بيفصلوني ان شاء الله تموت انت واهلك وبلدك وكل غزة ان شاء الله يبلعكم البحر قلنا له كلمة رابين هاي حفظتوها عنه يا عربان قال احنا بنطبقها عمليا لما ضخوا ماء البحر على غزة لوثوا المياه الجوفية اللي بشرب منها الناس خيانة العرب فوق الخيال يا أبويا فوق الخيال اذا خطورة دمقراطة اوعوا كل بلد عربي عملوا في انتخابات حقيقية وانس ان فوريفر مرة وللأبد ما تعدهاش الجزائر مرة طلعوا المسلمين ما تعدهاش مصر مرة بتشكمل كل بلد عربي يعملوا في انتخابات حقيقية مرة عشان يشوفوا الوزن الطبيعي مش المعلب سلفا والمعبأ سلفا لا مرة منعدهاش وفهمها لوحدك مرة ما تعدهاش بفلسطين انه مرة طلعت حماس يا ابن ما قلنا لك مش أنا امريكا اللي قالت اعملوا مرة ما تعدهاش اعملوا مرة طلعت حماس شو نسوي اذا لا ديمقراطية في العالم العربي توصية المستشرقين دوري جولد شو بطلع هذا هذا كبير المستشارين السياسيين لمستر نيتن ياهو ما له بيقول لازم نقنع الغرب بدعم من نظم الدكتاتورية في العالم العربي ولما ترام بيقول سيسي از ماي بريفير ولا فيبرد دكتاتور يعني انت دكتاتوري المفضل انت حبيبي دكتاتوري دلعتي انت حبيبي انت الله اخليكم لبعض احفظ تسفيم زال شو هذا اسمه تسفيم هيك اسمه انا مالي انا تسفيم زال اسمه هيك سفير اسبق لاسرائيل في القاهرة بيقول اذا نجح نظام السيسي في البقاء لمصلحة اسرائيل هذا ضمان الاسرائيل ويحذر من تدعية الكارثية لفشل النظام في البقاء لازم ندعمه بكل ما نستطيع من طاقة وقوة اذا تمكين الثورات المضادة مقترحات تفصيلية لدعم هذه الثورات وتشويه الاسلام واستنفار الغرب دعم نظم الاستبداد لفت النظر الى خطورة الحركات الاسلامية وغيره الخلاصة في صالح النعامي بيقول في نهاية مقالة المطولة بيقول ينبغى ان نلفت العالم الى نظر الخطاب العنصري الفاشي السائد في اسرائيل والمستند الترى الدين اليهودي تجاه الفلسطينيين والعرب وبذكر كلمة ابراهيم بورغ ابراهام بورغ اكبر مصدر لصراع الحضارات في المنطقة هو فتاوى الحاخامات ينبغى الحاخامات انتوا وراء صراع الحضارات ومن فمك ادينك مثل ما قالوا نحن في حالة حرب اقول مفتوحة وشاملة مع هذا العدو والمشكلة ان قومنا لا يفهمون ولا يخططون ولا ينفذون ولا يعملون بينما اولئك خنية نمل او نحل شغالة في التخريب والدس والمكر والدرس ونشر افكارهم على مستوى العالم اذا لابد من مواجهة الاستشراق الاسرائيلي حكم المظاهرات لما كان مرسي في الموجود كان المظاهرات شرعا جائزة اما في زمن السيسي فشرعا غير جائزة اسمه استخدام الدين وتوظيف الدين في خدمة الواقع الفاسد الموجود السيسي نفسه كان يخاطب الناس انزلوا انزلوا عشان تدوني تفويض اعمل انقلاب باسم الشعب على المنتخب بين الشعب كيف الفيلم اخراجا وانتاجا تحفاه اشهد اشهد وعن رأي محمد رمضان هم عوزينا فوضى 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 الروضى 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 فوضى اه ارغس محمد رمضان عوزينا فوضى امو الفوضى في عدم وجود خيار للشعب الفوضى فيه لغاء مئة مليون مصري هذه الفوضى والفوضى في بناء مهم اضراب المعلمين عبدالله المجال اللي هو مقال في السبيل نسميه حقيقة اضراب المعلمين بمختصر بألفاظ مبسطة نختصر لانه في شوق بقول يعني بعبارتي التشخيص المرض قبل وصف العلاج اذا شخصنا انه اضراب المعلمين اجندات سياسية بيطيعوا احزاب بقول هذا الكلام اولا تحريضي ثانيا بعقد المشكلة هو مجرد مطلب للمعلمين لا علاقة لا بتسيس ولا بأحزاب ولا اخوان ولا غير اخوان قد يكون في المعلمين واحد من اخوان حقه لكن هو بتكلم الان باسماء المعلمين لمنهم ثلاثة اربع اخوان من من عشرات الاف المعلمين ايش الحكي فالتشخيص الغلط بيقود الى حل الغلط وعاطف الجلاني ايضا كاتب مقال في السبيل برضو بقول الكل طلع على الشجرة ومش عارف ينزل ومن ضمن الكلام اللي قيل في المقالين يعني احنا مش قادرين حل مشكلة هيئنة بسيطة يسيرة معلمين اذو القطاع الاول في اهميته وفي بلدنا مش عارف حل مشكلتهم طب نتفق عنه نحترمهم يجلس معهم نفاوضهم بلا وبصير نحرض عليهم يا اباء اولادكم اطلوهم عن الدراسة يا العلم يا العلم اطلوهم عن الدراسة اولادكم يا هالمناهج وش يرفع قضية وانترفع يعني هذا بقول الكل طلع على الشجرة ومش عارف ينزل فيا عقلاء اتفهموا مع بعض وانزلوا وحكوا مع بعض وحلوا المشكلة نلتقي في الوصلة الثالثة والاخيرة مع بقية القضايا المغضر نخلصوا منها ننتهي منه وإلا يا بي بات يا بن حط على الركام الموجود من الاوراق والكتابات والله المستعان كونوا معنا في الفصل الثالث من لقائنا والوصلة الثالث من لقائنا لهذا اليوم بعد فاصل قصير جدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر عن حكم العسكر بمناسبة الجمعة ومظاهرات الجمعة وما سيكون في يوم الجمعة الله عنه المفاجآت اللي تطلع يعملوا مجزرة زي رابعة وبرروها وهم استعملوا العنف دا إرهاب إعلام الإعلام والشيطان والله من عمر أديب ونتنازل رداحة رداحة هاه 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 ازعيق سنة 52 ثورة لا يا أم اهدى 52 شفتنج احسينا بالعربي يا شيخ انتهت امبراطورية عجوز يسمها بريطانيا الان جاية بنتها شابة قوية بعض الات مفتولة شابة المهم يسمها United States of America بدها الان كش ماما انا محلك فجاء وقلنا لكم القصة من قبل جاء روزفيلت مش اسفلت الرئيس الامريكي اللي بيمشي على كرسي هذا المهم لكن هون ذهن وقاد خلاصته وطلع له الملك فاروق بلباس ادميرال بحر فهزئ منه روزفيلت قال له انت لابس لباس ادميرال بحر وما عندك شوالة سفينة اش المنظر الهزلي هذا فبيقول هيكل في احد كتبه بالمناسبة انا اقرأ هيكل من بدري بدون مبالغ ايمكن ما من كتاب اللي هيكل اللي بحاول احصل عليه مع كرهي شديد له كشخص مش موضوعنا اه المهم بيقول قابل روزفيلت لساعة ونص لم يرق لروزفيلت استخفه استخفه مش فاهم روزفيلت جاي روز روز يعني يوزن جاي يختبر بينفعنا ولا بنفعناش وكان ينفع بريطانيا بكف انه قتل بريطانيا حسن البناء وتركه ينزف لما مات في عيد ميلاد الملك فاروق سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا فاروق احتفل بعيد ميلاده بقتل حسن البناء وامر لك لاحظ ملاحظة فاروق ملكي عبد الناصر جمهوري اعدم سيد خطب ممنوع يطلع في جناستهم للنساء ومرسي الا امراته ولاده فقط ممنوع يصلى عليه في المساجد لا صلوا عليه في المقبرة ودفنوهم بالليل فاروق عبد الناصر كله لك عهد ملكي رئاسي جمهوري كله كله عملاء الاستعمار يا حجي ما يخد يا اخوانا مشكلتنا مش قبلين يعني نفهم الواقع مثل ما هو اخ اذا هيكل بيقول من فمك ادينك يا هيكل اذا عبد الناصر لما عرض نفسه عن امريكان عبد الناصر الصديق لكيم روزفيلد وماينس كوبلند وسؤل الشيشي الهيكل صار تشابه خطوطه المهم سؤل هيكل عبد الناصر فعلا كان يعني اللي كتبوا عنه مايل سكوبلند وكيرمت روزفيلد علاقته مع عبد الناصر صحيح قال اه صحيح بس هو كان بيعمل لسالح مصر يا حاله وتاك مايل سكوبلند اللي اللي عمل اللي عمل انقلاب مضاد على مصدق وعده مصدق قال سي اي ايه عطوني ربع مليون دولار كتاب قرأت والله عنه يمكن من ستين سنة او خمسين خمسين سنة متى صار الانقلاب بثمانين اي ثمانين لا قبل 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 ثمانين ثورة الخمينة تسعة وسبعين مصدق قبل المهم يعني فوق الاربعين خمسين سنة طلع كتاب مايل سكوبلند كيرميت رونسفيلد مايل سكوبلند لعبة الامم بيقول كنا نسهر مع عبد الناصر الى منتصف الليل وعددخن كنت بحط البكاتل كنت الاميركي عالطاولة حروق عبد الناصر ميت سيجارة افري داي حروق عشان بفكر في الوطن عشان الوطن الوطن على وتك شو عمل فيه الوطن بناه نهض به رفعه نهض عمل واحدة مع سوريا دمر الاحساس بالوحدة في العالم العربي كله سبعة وستين هزيمة بخمس دقائق عبد الناصر بطل عروبة يا اخوان احنا بنتكلم غير مقاييس يا اخوان بطل عروبة ممتاز كلام جميل عمل ايه الكل حاجة يا زيدي اعطيني مثال حياة سياسية لا ديمقراطية لا عدالة لا اقتصاد لا عمل ايه ولا شي اذا بطل عروبة بلا بلا موازين نرجع لموضوعنا فهيكل بيقول انه ساعة ونص ويشكيله من السفير بيحتقرني بيعملني بازدراء بحترمنيش بستخف بي بستهتر بي قال هذا هاوزهم كينغ يعني كيف انت ملك ساعة ونص تشكيله من السفير فاستخف به ووجده ومش هو المطلوب فهمنا الرسالة مستر هيكل اذا انقلاب اثنين وخمسين انقلاب عملوه ثورة عشان لما عمل راحوا الانجليز شالوهم الضبات الاحرار راح السينما انور السادات يحضر الفيلم وعبد الناصر مش عارف ايه وليه اللي قام بالانقلاب ضابطين والباقي كانوا متخبيين وعلى فش الانقلاب انا كنت واي شهود وهي تذكرت السينما النجوم الرئيسية كانت في امكانة محددة مع شهود اذا فش الانقلاب يطلعوا براءاء والعملوا الانقلاب بشكل اساسي اثنين ثلاثة بس المهم اذا انثورة اثنين وخمسين مشتورة انما انقلاب امريكي عشان لما تنتهي بريطانيا قالت لهم انا باي باي ما عنديش الان قوة المستعر بتاع الزمان انا الان يعني تعبت وانا الان تصور بوريس جونسون بيحكم بريطانيا بدلت شيرتشيل اللي كان من الهند الى امريكا يحكم يعني اللي قبله مهم ومن كندا الى استراليا يا الله الصين من الممتلكاتهم الهند من الممتلكاتهم جنوب شرقاس متعدش الجزر هذه محدودة هل قد تحكم العالم نعم خلصت جت الان بنتها فرش قوية مدججة محمية بالمحيط الهادي تقربها ازاي مش طيران بوصلها محمية خارج البحار واسطولها منتشر في كل البحار فالان هي بدأت تحكم العالم محل بريطانيا بمتهى البساطة اذا انزحنا فاروق جبنا الضباط عسكر ورا عسكر ورا عسكر يحكموا لامريكا وعبد الناصر يسهر مع ذوالي الثنين ببيت حسن التهامي مطالبك يا عبد الناصر بيحكم معاه زملاء كم دبابة اربعين دبابة يسجل كم طيارة ونوع الطيارة قطع غيار مدني مين يسجل طلباته ويتعشوا في بيت حسن التهامي ويفترقوا يجتمعوا مرة ثانية لقاءات مكرورة ومم اللي اعطوه ثلاثة ونصف مليون عمل فيهم برج القاهرة عبد الناصر عمل فلوس المخابرات يا عمو الأمريكية هاي مشكلتنا راح عبد الناصر جسادات رجل السلام من هنا بقول لإسرائيل على مستعنزل العدس مرتب سرا مع إسرائيل وكان طلعت تصفيق لو قلهم أولاد الرقاصات هاي صفخوله يردحين يردحات بصفخوله شتم أبوهم بصفخوله شو ما قال تصفيق أنا بنيت وحابني تصفيق واللي مش عاقب يشربح تصفيق على إيش بصفقوا على إيش المهم المهم فسادات رجل الصلح مع إسرائيل ومغرم بإسرائيل ومغرم جانبارك مفتوحة العلاقات خوش بوش مع إسرائيل وعمر سليمان كان ممثل إسرائيل في التفاوض مع حماس قال الله يعني بحكولنا إخواننا قالوا نعرف يزيد على مطالب إسرائيل مننا بندين ثلاثة كيف نعرفها بقولوا لي كنا نقول له آخر ثلاثة بندين نشطبهم قال ها شطبناهم طيب ممكن البندين لا نعرف بل هذا من إسرائيل وليشطبه من عمر سليمان يزيد على إسرائيل يا إخواننا مش معقول عمر سليمان وقتل شر قتلة تتشفى في الموت أنا متشفى المهم فحكم العسكر انقلابي أمريكي ويخدعوك بل سورة وانقلاب 2013 انقلاب أقر انقلاب سورة وأمريكا طلعت فحصت جسة النبض وقالت الآن أنا يوريكا وجدتها دا ثورة شعب ساندها الجيش يا ولد ثورة شعب ساندها الجيش تخريج أمو كل عملاء لأمريكا إذن لا جديد تحت الشمس وذلك إسرائيل قالت لهم إسلامي ولن نترك غزة وحدها أهلا أهلا بدل ما كان مبارك عاصرها مثل الليمونة واللي بعده واللي قبله إلى آخره جاهد يقول لي أنت غزة وحدها إلحى إلحى يا عسكر لا لا أم ربيك على ما اشتغل أنت وهو عناي بس خبت تقول عني انقلابي قال لا انقلابي ثورة انت ثورة الخلاصة إذن إخواننا ما يجري كل مخطط لهم من إسرائيل والله اللي رتب الانقلاب واللي رفع السماوات إسرائيل وأمريكا طبعا والضباط أخذوا اللي شار سنسكت عنكم بل ندعمكم وذلك وفود الكونغرس فورا وفود الايباك هطلت مثل المطر على القاهرة شيطميطي تأييدا ورجل مغرم صبابا باليهود وغرام غرام وتسمعت التناء علي من مراكز دراساتهم من سياسيينهم أحسن من خدم خلص تشكيل حكومة إسرائيل واضح أنه نتنياهو حل المجلس النيابي الإسرائيلي كنيسة وحدد موعد الانتخابات يظن أنه البلدوزر نتنياهو اللي عمل وعمل 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 وخضع لتكل من العرب أنه حيفوز بأغلبية تمكنه من خوض الانتخابات تراجع إلى الوراء وغانتس طليل أعلى منه والعرب ضموا أصواتهم 14 مقعد إلى غانتس فصار متفوق أبت صهيونيتهم غانتس ونتنياهو أنه عرب رجعوا كفتك استكبرها غانتس غانتس سفاح مثل نتنياهو فقالوا لا بشكل حكومة اتلافية ولا أقبل أنه أكون الأغلبية عن طريق العرب يا الله طيب العرب خوان ولكن لا يا أخي يعني هم اجتهدوا أنه فيه شر وفيه أشر منه أشيو أداك على الشر قال له لا شر منه يعني ما هو أنت الآن فيه مر وفيه أمر فيه شر وفيه أشر فنتنياهو بلدوزر وصداقة مع ترامب وصداقة مع العرب وكيف قد مير كانت لها علاقات مع كل العرب سرية طبعا عدي عدي وهي من أحمس الشخصيات الصهيونية في التاريخ الصهيوني كله نرجعني موضوعنا يعني إحدا تشكيل حكومة رئيس الدولة ريفلن ولا اسمها مهم أمر نتنياهو من جديد أنه يشكل حكومة نتوقع يعمل حكومة تداورية يعني أنت سنتين وأنا سنتين مثلا أو سنة أو سنة بالتبادل رئيس حكومة مرة قادس ومرة نتنياهو لكن رئيس الدولة فوض نتنياهو حيث مشكله رده يفرطه يمكن يعمل انتخابات مجددا تعرفش تعرفش لغاية الآن لم تحسم أمورهم لكن بيانت لك كم هم عنصريين يعني أبى أنه يأخذ الأغلبية عن طريق العرب خطاء بردوغان صفق له الجمهور وقوفا جمهور الرؤساء يعني واحتراما مسكي قضايا العالم الإسلامي نيوزيلندا والمدبح اللي صارت فيها إلى الروهينجيا إلى ليبيا إلى سوريا إلى فلسطين وحامل خرائط عن فلسطين شوف فلسطين كانت كامل الأرض الآن فلسطين بقي للعرب خمسة بالمئة سلطة فلسطينية فخامت الرئيس مجلس الوزراء دولة رئيس الوزراء من هو اشتية محمد اشتية دكتور حفظ كلامك حاضر على خشمي المهم عاملين لسلطة طبعا ايش بقي لكم نقاط مثل ما رجال أردوغان على الخارطة نقاط وكل الجسم أصبح في إسرائيل قال إسرائيل تتضخم وفلسطين تتضاءل عرفوني ما هي حدود دولة إسرائيل والله حبي جاوب طبعا لأنه مثل ما قال بن جوريون واللمين ناسي والله قال حدود إسرائيل مثل جد الغزال كلما سمنا الغزال اتسع الجلد حلاوتك حلاوت السلطة حلاوة سكر زيادة كلما سمنا الغزال باتسع الجلد ملناش حدود عمو الآن حدودنا الغور مؤقتا 5 عام بعدين ما ما تكلمش بعدين سلامتك سكتنا ليس لأطماع اليهود حدود نقطة ما تستفهمها مثل ما بدك فاتكلم عن كل قضايا المسلمين كلام بيرفع الرأس كلام صدق سيسي ولا ذكر فلسطين هاي الفرق ما بينه ما بين وركز على رفض الشعب المصري والمنطقة والعالم بأسره يرفض الإسلام السياسي مستر سيسي ممكن تعرفي شو الإسلام السياسي يا سيسي 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 شو هو الإسلام السياسي هذا إخواني بلعبوا في المصطلحات الإسلام السياسي والإسلام الإسلام لبه جوهر سياسة إن الحكم إلا لله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ومن لم يحكم بما أنزل الله ومن يحكم بما أنزل الله ونزل هذا إحنا مش توراه وإنجيل لا إحنا قرآن يا أبويا منهج لإحكم الحياة اقتصاد وسياسة وإدارة وتعليم وعسكرية وكل أهلا بفكروا إحنا الإنجيل ولا التورا لا هذا القرآن لبه سياسة وعدانة اجتماعية جوهره أهلا ده مشكلة العالم في الإسلام السياسي وآخر زيارة ترامب قال له يعني إحنا آآ لبينا طلب الشعبي المصري اللي رفض الإسلام السياسي فإحنا لبينا طلبهم من تحكله على 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 الجرب للترامب ترامب عدو للإسلام وأحب زعيم أمريكي للعرب افهمها وعمر العرب ما أحبه زعيم ميرا كاني مثل ما أحبه ترامباني هذا الحب من الله سبحان الله يعني مش أنا اللي حبيته الله زرعه أحبته في قلبي أي ما شاء الله تنسبوه إلى الله كمان وربنا قال لك عطيله أربعمائة مليار قال له هذا يشترينا فيها خردوات خردوات أسلحة مين قال خردوات أسلحة احنا أكثر بلد في العالم يشتري أسلحة ما شاء الله أي نعم وهل نصيب اللي فلسطين فيها نصيب قال لي لا لا بدي أحارب إيران أموه ازليما فيكم اللي كان يحارب إيران قتلتموه أنتم مليون مرة عدتها والله مليون أقل من مليون أقل لما قلناكم لن تقدروا على زعران إيران أنا مش عم ببشر أنا عم بحذر لأني فاهم وهنكم وضعبكم يا بيت العنكبوت كل أعرابكم إيران قلت لكم وهي قاعدة على كرسيها بتحرك زعرانها بيحتلوا عالمكم العرب وهي أنا وياكم الأيام أنتم إيران تخسأ تخسأ أنتم اللي جبتوا إيران إحنا طول عمرنا ضد أنتم اللي جبتوا إيران على العراق أنتم مو أنا أنتم اللي دعمت الحثين ثلاثمائة مليار ريال أنتم مو أنا أنتم اللي دعمتوا للإمام بتاع اليمن مو أنا أنتم إحنا طول عمرنا وإحنا هذا مذهب جديد حرين في اعتقادهم هذا دين جديد لا بنكفر أحد ولا بنحارب أحد في بلدك ودينك حر ونحن في بلداننا وديننا لا نتدخروا يتدخرونش فينا بس أما الآن أريد أن أرد عليهم الأجبار أريد أن يرد على إيران أمور أسمالها كمان ثلاثة ربع صواريخ على أرام كرة واحد هم فهمين اللعبة طبعا بس كلام إذن الإصلاح الاجتماعي شو هذا كنا نلجأ إلى كبير العيلة إلى عاقل من العقلاء إذا مشكلنا في أسرة في بيت في قضية اجتماعية كان فيه مصلحين كان فيه كبراء كان فيه شيوخ إن شيوخ عشائر وإن شيوخ دين فيه مرجعيات الآن هذه المرجعيات تآكلت بفعلي فاعل بتخطيط مخطط بعرفش ومعجش فيه هالمحكمين العقلاء اللي ينهو خصومات أحيانا دماء مجرد ما حرض ما حضر الآن فيه محاكم شيخ عشر سنوات محاكمات كان يحلوا الجلسات بدقائق بعدل وحكمة ويحتووا المشاعر ويتآخوا بمنتهى البساطة إذا الآن المواطن ما عدلوش مثل هذه المرجعيات يعني يختلف الزوج مع الزوجة بلقوش من يشكو إليه لا أب كبير اللي يحل مشكلة ولا غيره بحارة بصير طوشة بين عائلتين تكبر بتصير نار إخواني ما أحوجنا اللي مثل هذه المرجعيات الآن مرجعيات المعلم تحاولوا تكسروها منتوا قاعدين المعلم كان مرجعية للطلبة الآن بتكونوا تشوهوا صورته يبدأ ترجع ذليل يبدأ أقول لك أنت اللي خربت التعليم أنت خربت التعليم يلا لحنا غنيها يا محمد رمضان أنت آخر آخر فوضى 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 ردوني عن روضى يلا يا رمضان شعبان ولا رمضان شعب ولا شعبان الخلاصة فماذا يصنع المواطن المقهور المسكين إنما أشكو بكتي وحزني إلى الله يعني إخواني لابد أن نرتكن إلى الله ونرجع إلى الله ونبدأ أن نعود إلى الله نكونوا نتكلم عن الأسرة ثبتهم الله قواهم الله ما أحوجنا إلى الله في كل نفس والله ندعو الإخواننا ندعو إلى القدس الأسرة منهم يعني إذا عددنا البرغوثي دخل السجن عمره 22 23 يعني الآن بالستينيات البرغوثي محكوم أظن 67 مؤبد مثل هذا البرغوثي عم بيطلع كتب بتفكروا أنت يعني عم بكتب فيه 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 قاعة مكيفة هيك حوالي مكتبة مكتبة فيه زنزانة قضى عشرين سنة في رادي والله الحيط من جنة كيف الله تعالى إخواني بدنا نرجع إلى الله نستمد منه القوة نستمد منه المدد والعون والثبات وثبت أقدامنا وانصرنا عن القوم الكافرين نلتجي إلى الله في الرزق نلتجي إلى الله في حل مشكلاتنا نلتجي إلى الله في أوضاعنا البيتية والأسرية في كل شغولنا نلتجي إلى الله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يعقوب عليه السلام مع أولاده رمون ابن فلبير ويقولهم هذا الذي سمعت إلى أن جمع الله الشمل جمع الله شمل الأمة ونصرها وأعزها إن شاء الله تعديها الجمعة بخير نحن لا نقرأ الغيب لكن والله يدنى على قلبنا إنه مكر شديد تمكر الصهيونية من خلال بعض رموزها في المنطقة وشعل له هنار وها الطفي ربي إليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان أحبابنا في فلسطين الثبات الاستعانة بالله زمن الحسم هذا الخصم قرب إن شاء الله إلى الملتقى بكم ودائما نستودعكم الله حياكم الله السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة